أطلقت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية قافلة مساعدات غذائية لأهالي فلسطين تحت شعار يدون بيد مع أهالينا في فلسطين تأتي القافلة ضمن قافلة إغاثية ضخمة بتنسقي مع حياة كريمة وتضم 21 شاحنة بينها 6 شاحنات من الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية في إطار دورها الداعم للأشقاء الفلسطينيين على جميع الأصيدة شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقافلة إغاثية للأشقاء في قطاع غزة تضم 6 شاحنات محملة ب150 طن مواد غذائية ومية قافلة الشركة المتحدة تأتي ضمن قافلة إغاثية ضخمة بالتنسيق مع حياة كريمة تضم 21 شاحنة مشاركين بالإضافة للـ 6 شاحنات اللي المتحدة متبرعة بيهم بـ 15 شاحنة تانيين الـ 15 شاحنة إنها مجهزين في الأسبوع ده في اليومين اللي فاتوا حوالي 21 شاحنة في فريق كبير من المتطوعين والأعضاء المؤسسة ما بينموش حرفيا عشان خاطر نتطمن إن احنا المواد اللي بعتينها إذا كانت مواد غذائية أو مستلزمات طبية أو أدوية كله محطوط بالشكل السليم إذا كان مستلزمات طبية فهي معبقة بالشكل الصح عشان توصل لأخواتنا وهي سليمة مش بعد ما تكون بوزة أو حاجة فعايز أقول حيك إن في فرق ما بتنامشي فعلا من بداية الأزمة من أكتر من شهر ويمكملين إحنا بنحدد القافلة تبقى لإحتياجات الأرض هناك المشكلة الأساسية طبعا مفيش مية قهربة والوضع الإنساني غاية في الصعوبة فبنحاول إن كل المواد الغذائية اللي بعتينها الأغلبية يكون مواد معلبات عشان سيعة الأكل بنوضي حاجات تانية طبعا بس عارفين إن الأسهل لأخواتنا في الاستخدام دلوقت هي المعلبات والمية وبنتابع يوم بيوم الاحتياجات هناك مع ناس هناك ومع طباء هناك عشان نقدر نكون بنوفي بالاحتياجات الأولية وكانت المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين حيث انطلقت الحملة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة ضمن الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز التضامن العربي معه كلنا مشاركين والله وإحنا فرحانين جدا 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 أننا نقف جنب إخواتنا في غزة وهم فيه ربنا يعينهم عليهم بصراحة يعني كلنا بندعمهم وكلنا وقفين جنبهم وكلنا بندعمهم وبإذن الله بإذن الله ربنا يطلعهم الكربة لهم فيه بإذن الله إن شاء الله بإذن الله لما صاحب العربية قال لي اطلع غزة نطلعت غزة ما روحتش بيت حد فشعوره إحساس جميع أنني بساعد الناس محتاجين المساعد وتتصدر مصر قائمة الدول المساندة للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث في السابع من أكتوبر الماضي وحرصت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة موسيقى